اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عنوان الدرس هو ضمائر الإشارة والضمير اللي هو كلمة one تستخدم كضمير رح نشوف كمان كيف تستخدم في المرحلة الأولى بالدرس رح يكون عنا حواريتين بسيطات بناخد أمثلة سريعة ونحاول نكتشف بعض القواعد بعدين رح نجي لملخص القواعد ويكون في عنا تدريبات بسيطة تساعدنا على ترسيخ القاعدة خلونا نبدأ الدرس العنوان بعيد لفظه أصلا هي demonstrate الفعل demonstrate يعني يظهر يوضح pronouns لحظوا كلمة noun هي اسم pronoun يعني ما ينوب عن الاسم الضمائر يعني في الحوارية الأولى الحوارية الثانية are those your shoes no these are my shoes the black ones بنجي للحوارية ومنحاول قبل ما ننتقل للقواعد وقبل ما نترجم نحاول أنه ناخد نفهم القواعد اللي عم بتصير is this your code هذا سؤال عم تسأل هاي المرأة هذا معطفك no that's my code فno هي إجابة بعدين that's my code لو لاحظنا هون نشوف أنه المرأة تمسك بالمعطف فلذلك استخدمت this الرجل هون لا يمسك بالمعطف فاستخدم that لأنه في مسافة فإذن أول شيء بنستنجي هون أنه this للإشارة إلى قريب that للإشارة إلى بعيد طيب وشو كمان مفرد لحظه code معناته this تستخدم لي القريب المفرد وذات تستخدم لي البعيد المفرد هون هي لما التبس عليها الأمر سألته هذا الجاكيت أو المعطف لك أجاب لا ذلك لي فهي أشارت سألته عفوا which one لحظوا هون استخدمنا كلمة one لحتى ما نكرر كلمة معطف which one يعني which code تماما بهذا الشكل لكن منعا لتكرارة استخدمنا which one هلا ليش هون استخدمنا which ما منحسن نستخدم what what one غلط وهذا خطأ شائع كتير من الناس بتقع فيه which هي للاختيار لما بكون عندي خيار بين اتنين فأنا بختار بسأل which one أي واحد بدك حتى لو كان أي مجموعة يعني في عنا مجموعة الطلاب هون ومجموعة الطلاب تاني فمنقول which group do you want to be in فبالتالي أنا عندي الويتش هي لما بكون في عندي خيار بين اتنين وليس what one في هاي الحالة لحظه هو جاوب the blue one الأزرق وهي حالة نحن بالعامية منستخدنا فمنقول أي واحد بدك أو أي وحدة بدك فمننتبه أنه one هي ضمير ينوب عن الاسم وينوب عن الاسم هذا مننتبه له باللغة العربية في عنا مذكر ومؤنث لكن ضمير one باللغة الإنجليزية ما بتأثر بجنس الاسم اللي عم تنوب عنه منيجي لحالة الجمع لاحظوا are those your shoes هون مننتبه أنه those طيب ليش those انتبهوا هون في مسافة معناتها لأنه في مسافة أنا استخدمت those إذن هون those للجمع البعيد هلا بدي تنتبهوا لكلمة choose بالعربي بالعربي choose مفرد حذاء بالإنجليزي هي جمع فأنا بقول shoes are لاحظوا are وليس is is خطأ لا يجوز استخدام is مع shoes يجوز في حالة واحدة إذا كنت عم بقول the pair of shoes أو a pair of shoes لاحظوا في هاي الحالة بقول is حصرا ليش لأنه أنا عم بس الـ is عائدة la pair اللي هي زوج من الأحدي فبالتالي هون بستخدم is آه بتصير غلط لا يجوز لا يجوز أن أقول a pair of shoes آه آه غلط الـ is صح لأنه هون أنا عم بستخدم كلمة pa وطبعا كلمة shoes هي من الكلمات اللي بالإنجليزي آه تعامل معاملة الجمع دوما إلا إذا كنا عم نحكي عن مفرد اللي هو shoe shoe فردة a shoe يعني فردة لكن الأسماء الجمع اللي هي مؤلفة دائما من زوجين مثل كلمة بانطلون بالإنجليزي دائما ابتجي trousers trousers دائما في اسجمع trousers آه وليس trousers is حتى jeans في إلا اسجمع ما بتلفظ jeans jeans trousers scissors مقص glasses زكرناها بالدرس الماضي glasses glasses نظارات أيضا تستخدم بيجي معاها الجمع طيب الجواب هون no these are my shoes these ليش هون these وهون those لأنه هون صار في قريب هون لأنه قريب فاستخدمنا these these are my shoes the black ones آه هون منشوف إنه كلمة ون جمعت ليش هون مفرد وهون صارت جمع صارت جمع لأنه عم باستعيض عن اسم جمع إذن هي ما بتتأثر بجنس الاسم لكن تتأثر بالعدد فأنا بقول the black ones إذن ون ضمير لا يتأثر بجنس الاسم لكن يتأثر بالمفرد والجمع وصار عنا هلا نحسن نقول إذن this للمفرد القريب that للمفرد البعيد those للجمع البعيد these للجمع القريب وون هي ضمير تحل محل الاسم منعا من تكراره والويتش هي تستخدم لما بكون في عنا خيار بين اتنين خلونا نروح على ملخص القواعد presentation اللي هو مثل ما حكينا هو تقديم أو تلخيص أو عرض القواعد في عنا singular مفرد plural جمع رح نشوف أول شيء لبلورل لاحظوا this one this this one ليش لأنه قريب لما صار في عنا مسافة استخدمنا that one that that one وهون لاحظوا which one ليش لأنه في عندي خيار فأنا اخترت which one the red one الحمرة white أبيض وred أحمر وبلو أزرق فإذن this one طبعا كلمة one نستعيض عنا بأي شيء وخيارنا بذات أو this هو إلو دخل بالمسافة لكن لازم يكون مفرد this code this car that house وهكذا which one كمان ممكن نستخدم بدالة اسم يعني which book do you want which car have you got منيجي للجمع منشوف these ones ليش جمع وقريب فاستخدمنا these بينما هون في مسافة فاستخدمنا those إذن these ones those ones طبعا كلمة ones منحسن نستبدلها بأي اسم جمع ومثل كلمة one هون منحسن نستبدلها بأي كلمة مفرد هون which ones لحظوا حتى بالجمع دائما في عنا خيار بين مجموعتين which ones the blue ones طبعا إذا كنا استخدمنا كلمة balls يعني كرات فمنقول which balls the blue balls لكن يفضل إنه نستخدم بها الطريقة بكون أقرب native speaker طيب these ones و those ones مثل ما حكينا إذن أنا عندي عنصرين هامين اللي هو إذا كان مفرد أو جمع وإذا كان قريب أو بعيد هلا في نقطة أنا حابب كمان أنبه إلى إنه البعد ليس بعد مكاني فقط يعني نستخدم this أو that أو these أو those ليس فقط للبعد المكاني إنما أيضا للبعد الزماني يعني مثلا منقول these days يعني هذه الأيام يعني هذا حاضر present أما إذا قلنا those days معناها عم بحكي عن أيام بالماضي those days فبتصير عندي هون past بدي أنتبه إنه these أو those طبعا نستخدم these لأنه جمع days هلا أنا بحسن أقول that day هذا معناته past بعضي ليش الدليل على وجوده هو that لأنه تدل على بعد زماني لحظه بقول this week يعني هذا الأسبوع لأنه قريب بنجي الكلمات المفتاحية الأساسية اللي بنستخدم اليوم clothes and accessories accessories هي توابع الملحقات يعني ما هي الملابس accessories مثل حلق اسوار ساعة الأشياء الإضافية اللي بنستخدم ها accessories بنسمي نحن بالعام العمي coat معطف أو جاكيت hat قبعة shirt قميص shoes حذاء trainers trainers خفافات الرياضة يعني حذاء أحذية الرياضة trousers لحظوهم بالجمع trousers يعني بنطال أو بنطلون سروال أيضا sunglasses sunglasses هنا النظارات شمسية ولاحظوا في جمع ليش لأنه عنا تنتين ف بالتالي بالتالي هذا السبب اللي منخليه نسميه glasses بالجمع وليس glass watch ساعة ساعة يد وليس clock clock هي بتصير ساعة جدارية وأيضا ممكن تكون الساعة منقول 12 o'clock and so on إذن ساعة الwatch هي ساعة اليد colors الألوان black أسود white أبيض red أحمر yellow أصفر blue أزرق هلا منجي على التدريبات التدريب الأول exercise 1 look at the pictures and complete the questions انظر إلى الصور pictures and complete the questions وأكمل الأسئلة use this that these those إذن نحن في عنا صور وفي عنا أسئلة منا نساوي عليها أسئلة باستخدام this or that or these وما مننسى إنه بدنا في بداية سؤال إما إذ أو آ شو اللي بحدد لي خياري بإذ أو آ هو الشيء اللي عم بسأل عنه هل هو مفرد أو جمع شو اللي بحدد لي الخيار بين this و these أو that و those هو إذا كان مفرد أو جمع أو البعد والقرب رح نشوف الأول رقم واحد number one watch وهو ماسكا بإيله فبقول is this your watch هل هذه ساعتك رقم اثنين نشوف شايل النظارات اللي هي glasses sunglasses نظارات شمسية معناتها جمع لهيك اختار are وهو ماسكا بإيله فبالتالي these are these your sunglasses هلا بنجي إلى رقم ثلاثة رقم ثلاثة ماسك كاميرا بإيله معناتها بدي كاميرا مفرد معناتها is ومتل ما حكينا ببدأ الجملة بحرف كبير is بعدين بدي this لأنه قريب ومفرد is this your camera رقم أربعة لحظوا في مسافة بعد فبالتالي شو عندي مفرد لجمع مفرد is وبدي this إلا that that is that your bike هل تلك دراجتك number five خمسة لاحظوا مسافة وفي عندي كتب جمع books معناتها بدي are لأنه جمع ولأنه في مسافة وجمع فبختار those فبتصير الجملة are those your books بعدين هون في عندي مسافة لكن مفرد فبالتالي أنا لأنه مفرد is ولأنه في مسافة بختار that فبتصير is that your phone هذا هو التدريب الأول راح عيدهم بشكل سريع is this your watch are these your sunglasses is this your camera is that your bike are those your books is that your phone نروح التدريب البعد التدريب البعد كمان كويس لأنه منستخدم في المفردات اللي ذكروا في عننا this or that إذن هذا دائما تذكروا هذا singular يعني مفرد وفي عننا these or those هدول اللي هو الجمع وفي عننا هدول بدلوا على قريب عفوا بدلوا على this بدل على القريب وذات على البعيد these بدل على القريب وذوز على البعيد في عننا كلمات هون coat hat shirt shoes trainers trousers وفي عننا is أو are لحظة الـ هي مع الجمع والإذ مع المفرد وبعدين في عننا صفة مننا نوصف في الأشياء هون these trainers are old أول جملة منلاحظ أول صورة عم تحكي عن أحذية الرياضية فاستخدم these trainers هذه هذا الحذاء الرياضي are old استخدمت آ لأنه جمع واستخدمنا these مع هلا هذا القميص عم بحكي عنه فلاحظه هو لابسه فبالتالي قريب فمنقول this shirt أول وحدة this shirt شبه is big is big رقم رقم ثلاثة هلا هي ما يلابس البنطال فشو بتقول ممكن تقول the those trousers those trousers are small إذن رقم ثلاثة those ليش those لأنه هي ما لابسته يعتبر في مسافة بعيد عنها وبعدين في عندي trousers وشو بتاخد آ وبحط الصفة اللي هي small منروح على الجملة أربعة شوفوا هذا هون عم بحكي عن الحزاء مبين عليه قديم فهون بدو يستخدم these these shoes are old إذن these ليش these لأنه هو لابس أصلا فthese shoes are لأنه جمع وبعدين بيجينا are old هون هاد عم لحظوا كمان هون في مسافة وهاي الكوت معطف فبالتالي شو بدأ يقول that coat لأنه مفرد that coat is لأنه مفرد وبعدين حطينا الصفة اللي هي big كبير الأخير الأخيرة this this shirt is big those trousers are small these shoes are old that coat is big this hat is small من من روحة التمرين اللي بعده من روحة التمرين البعده ومن لاحظ انه التمرين البعده له علاقة بالاختيار يعني which ومن نستخدم كمان كلمة one للاستعاذ عن اسم فهون في عنا تليفونين عم قول التمرين look at the pictures الصور and complete the conversations وأكمل الحواريات عنا هون that's my phone لحظة العولة that's بعيد that's my phone طبعا هون لأنه مفرد فهو سأل أي واحد منهم which one one لأنه مفرد فجاوب the black one ما the black phone the black one منيجي لهذه الحوارية في عنا bike دراجة فبدأ تصير that's my bike لأنه مفرد لاحظوا that's my bike كان كان السؤال أي وا which one موجودة which so which one the blue one التمرين التالت في عنا نظارتين شمسيات انتبهوا هون sunglasses شو لازم ننتبه sunglasses معناتها جمع ما رح استخدم one هون استخدمت one وهون استخدمت one هون لازم استخدم ones كمان في نقطة تانية هون أنا استخدم those اعتبرناه نبعاد بس ليش those مو these لأنه نفرض أنه نبعاد لو كان وقرب نستخدم these لأنه جمع ف those sunglasses أو those are لاحظوا my sunglasses which ones which ones جواب كان the yellow ones وهذا التمرين الاخير هون complete the conversation with one لاحظوا بدنا one أو that أو which then listen and check رح نحاول نحلو من دون ما يكون في listening who's girl فأنا عم بسأل عن who is فلاحظوا بعيدة لهيك بستخدم that who's that girl من تلك الفتاة فشو بده يكون جوابي أو هون سؤال لأنه في إشارة استفام عم بسأل which one أي وحدة the one in the red shoes اللحظوا هون in the red shoes اللي لابسة يعني اللي لابسة حذاء أحمر هلأ هون في B شجاء كان جواب جواب طبعا أنا لازم أختار واحد من ثلاثة هي that Sue تلك Sue she's my girlfriend إنها صديقتي هون طبعا نحن هلأ لو ما عنا هاي الخيارات هون one that or which كان ممكن يقول she's إنها she's Sue she's my girlfriend أو she's Sue my girlfriend لكن طالما ملزمين نحن هون فمن نستخدم that إذن بقرأ بشكل سريع who's that girl which one the one in the red shoes that's Sue she's my girlfriend and 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 here I I have you and have to